أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر 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 موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستئينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله أرسله الله بالحق والهدى بشيرًا ونذيرًا إلى كافة الإنس والجن فده أبي ومي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بداوته إلى أن تقوم القيامة يقول مولا جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقّة كاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ أيها المسلمون والإسلام حتى يقضي شهوته فَنْكِوُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء مَسْلَا وَثُلَاثَ وَرُبَا فَيَنْخِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَهِدَةً أَوْمَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُونَ أيها المستمئون الفتنة كل الفتنة التي آمد بها الدولة شمالها وَجُنُوبِها غربها وشارقها ووسطها واسمتها التحرش الجنسي الاقتصاب ألا هو أن الرجل يعتدي على المرأة ويزني بها إجبارا سواء كانت صغيرة أم كبيرة هذه الفتنة هذه الفتنة فتنة كبرى لقد آمد بها جميل بلاد وتستغرب أن الشاب من عمره يشيرين وما يزيد قليلا يتعدى إلى أمرأة إلى إمرأة عمرها سبعين أم ثمانين جدته وتستغرب من رجل من عمره سبعين يتعدى إلى إمرأة صغيرة بنت لا تتجاوز خمسة سنوات هذه مسيبة مصيبة لا مصيبة بعدها ولا سيما بين المسلمين هذا أمر غريب هذا أمر مأجيب أما الشهوة فهو أمر معلوم يقول تبارك وتعالى زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المكوطرة من الذهب والفدة والخير المصورة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده قسل المعاب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين تقعوا عند ربهم جنات تجري من تاتي الأنهار خالدين فيها وأزواج متهرج ورضوان من الله والله بصير بالعباد فمان المسلم مرمن يأخذ بالدين ويعمل بقوائد الشرية ويتق الله فاليه أن يعلم أنه إن خالف هذا فلو إقاب في الدنيا أما إن تمسك بالشر فلوه مطأ في الدنيا وكذلك في الآخرة الجنة وهذه الأزواج المطهرة عندما ذكر تبارك وتعالى ما زين لبشر بدع بالنساء بالنساء لخطورتهن للرجال زين للناس حب الشهوات من النساء ثم ذكر البقية ولذلك عندما جاء إلى الجزاء في آية التي تلي هذه الآية الله ذكر الجنة وخص الجنة بذكر النساء وأزواج مطهرة وردوان من الله فألينا أيها المستمئون الكرام أن ننضبط في شهواتنا والأسباب والدوافق لهذه الفتنة فتنة التحرش الجنسي كثيرة جدا منها الجهل بالوقوبة للذي يتعدى إلى المرأة سواء كان كبيرة أم صغيرة من أسبابها الجهل وكذلك من أسبابها أدم الوقوبة الشديدة للكائمين بهذا الإجرام وكذلك من أسبابها التغريب الناس الآن من المسلمين تغربوا أسببوا غربيين يكتدون بالغرب في معاملاتهم في تصرفاتهم في أقوالهم في لباسهم في سكاناتهم في نومهم في عقيدتهم في سياستهم يكتدون بالغرب لأن الغرب هم الذين يمارسون هذا الشني هذه الشنية من آدات الغرب التحرش الجنسي وكذلك من أسبابه الكهنة والسهرة الذين يأمرون الناس بهذه الأفعال بأنهم إذا فعلوا سيجدون كذا وكذا وكذا في الدنيا من الملك والمال والجاه والمكان والأموال ومن الأسباب إرسال الأطفال سواء كان بنات سنبنين للبيت في الأسواق والطرقات والشواري عندما ترسل بنتك وأمرها خمس سنوات تمشي تبي يعتدون عليها وكذلك من الأسباب هذه الشنية المخدرات الناس يتعاملون بالأدوية الهدامة الهلاكة حتى تخدر أقولهم أيها المستمع واللكرام الاختلاط من سببها أدم الارتداء للهجاب للمرأة من سببها لأن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين يرتدين الهجاب يا أيها النبي ولي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلالي بهن ذلك أدنى أن يورفنا فلا يوزين الأذى التعدي هذا من هذا المجر إلى المرأة كد يكون سببها أنها أفتنته بترك زينتها والله ينكر على الذين يبدين زينتهن ولا تبدين زينتهن من الحرام عليك أيها العزيزة أيها المسلمة أن تتبرج التبرج من أسباب لهذه الفتنة وأدم التربية من أعلاها على الإنسان أن يربي نفسه ويربي أطفاله ويربي من هو هوله وكذلك الدعاء علينا أن لا تغافل بالدعاء حتى الله يساعدنا في القضاء على هذه الفتنة التي ظهرت في البر والبحر في الجنوب والشمال وفي الأسما بالذات أسأل جل شأنه أن يوفيقنا جميعا ويباري في حياتنا بارك الله لي ولكم في القرآن الاذيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله هو الذي أمر بالإفة والصلاة والسلام على من رب الصحابة على تقوى الله أذو وجل في جميع الأمور ومن ضمن ذلك الشهوات هذا الذي بينا من إفشاء التحرش الجنسي في البلاد أمر خطير الله ينهى عن ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام بريم من ذلك وقد قسميتم من أسبابها والمخرج أكس ما ذكرنا الجهل التعليم أدم الوقوبة أن يؤاقبوا بأسوأ الوقوبات والمخدرات أن تسأل الوقومة والآباء والمربين على تربية الشباب خاصة في أين الله في أين الله والمخدرات المترجم للقناة 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 أول جاء الله تعالي الله تعالي ترجمة نانسي قنقر 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 شهر في جنة قد نستطيع محاولة كان يتحدث سواء لأنه لا يمكن أن يكون شهر في جنة كل المسلمين كل المسلمين كل المسلمين أشكر في التعاري فهذه في الحاجة من المسلمين أن يتحدث في جنة الله يمكن أن تتحدث في جنة الله ليس لديك في كل شيء فقط الله يملكه لديك في كل شيء فضلك كل شيء من المسلمين لديك في كل شيء من المسلمين أتعلم أن يكون الجدس أنه سنعرفة و أصدقاء أن يكون الكثير ويسألونها عندما تسألون وبعد ذلك ويسألون وأصدقاء ويسألون سنعرفة أنه يشبك بذلك سيفعله ، لأنه يمكنك البيض ، ترجمة دولار الاستناء ، فهلا يعمل تفعله ، ليس لديك أيها هي شيئ مما يفعل كل قد يغادر يوجد الإداء في الشيكنا يسعين يجب أن تزال الذي يشعر بنا خواahahaha لاتبعت للمسيense حقوق یہ ربي يا 학اة من المتحدث من المتحدث من المتحدث و çok لي الم Burnham سمع المن jakie присج aproximاظ سماع من المرح كون بوكيا كون برادرة بوكاية نيو غموتاني سونا تجمو ساببو موانا لما أكوين جيناس كون اكيشي سونا سونا تجمو ساببو موانا سونا 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 دومياها ميشيكا ساباين يهيشا عوري أرشيكا سونا 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 سعود سونا 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 يا تن� عهيشيكا يهيشيكا سونا يجب أن تشاهدون بالشابت أخبره تتم تحديتك الوقت هذا هو أنت في المسابر أن المسابر كانت من حياتي عن يوجد انهاء من أن يحالاتي سابر في المسابر التي المسابر الله لا يجب أن يحالك لأنني المسابر صحيح أنا أعطي لوbrar أن أتركوا كله وان سماونا على قصة وأن أولا потому كما أقوله نعم إذا قلت القصة اخذوا أخذوا يعني أن الله ستكون أن الله ستكون 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 السخد ستكون 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 الحاول لغبطا يعاني أما ربطا يعاني المصطع حكم Lemon يقب في قطة شئ يمكن أن تتحين كل هذا التكرارات كله على الأدب كله يتودف كله يتودف كله يطالب يتقاب الحماجين وفي قال هذه الهدى ترجمة نبي محمد ترجمة نبي محمد ترجمة نبي محمد ترجمة نبي مود قد ترجمة نسرحة على أن ترجمة نسرحة يمكنك أن ترجمة نسرحة أنتي ترجمة نسرحة وأن ترجمة نسرحة ترجمة نسرحة يقوله ليس لطيف ثم تشكرتтак على الجهة ويسأل معنام كما فعلت كما لأنه ولذلك المتحدد لإظهار النار هم عندما تسجعون وأن تسجعونه وأن يسجعونه لحديث تسجعون ينذر تحديث عن جماعي يستطيع أن تسجعون يستطيع أن يخرج قريث عن جماعي تحديث عن جماعي ميكالفي اكا مواندي اتكي موسبب بي اكوي كونا داران انيش با أسو أجي دو ميكالا باترا يوو دا اكاوا دو شمان اتكي موسبب بي ايو واما سجير ما موانا لما ري ياجير مما كون ونمو يبا ده قدو مو تون ده كن يأي ودن تربيان يأيانس ودن موانا لما ري مابتاشيني دو كنمو دو موانا لتبا ذاتي ايوانا ايكيم با سيدنا أغا ايوانا اتبا تونيكا ألوبي دي موانا توني موانا لشي توني موانا لشي توني 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 موانا لكي توني كتوني تونيخ كتوني تونيك اتشاثي قدو موانا لشي تونيخ اكب sympathy اي احيب دي موانا لحد بابا بس دو كنموان صورة بوسيقا لكن هذا الوضع فإلا عظيمة فإنه لا يتحقق أنفسك يجب أن يتمه له قد نجسون يوoxين الشخص وكذلك هذه أشهدك وكذلك فإنه كذلك فإنه يتمكن على العديد من الله وإنه يمضى الله، وإما إبعاده أي أصبحت من الله ، فإنه يتمكن على العديد منها وإنه يتحققنا ستجدني انه تتحقق إذا كان يجب أن يكون نشرية هذه المدينة ويقابهت 돌ابعة لهم يجب أن يكون القطعة ويقاب صديقة إنه قد أن نشرحون الأمر ويقبون أن نشرح من هناك يجب أن يسرحون أن يكون يسرحون ونصف ونصف مرحبا ونصف أية ايضا ونصف مرحبا أنه سيطرع في هذه الحكومة يظهر سيطرع في محل المسلمين لكن لا تتساهم هم لي llegان بسيئة ليس بسيئة هم لي المسلمين بسيئة هل هذا قتل قدثت هذا يجب أن يطرح على مصالبا هذا أن يجب أن ينفع على مصالبا فامية أجمع على أن يجب العديد لأسفل رائع يمكن أن يجب أن يجب أن يكون المملكون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أبوسي لاني إنو نتين فا تاوين في نسي وكو يمو كو يمو تاوين يمو أتي بابا لاو تانو ريبا أتي أكبك أكبك تانو أتي مكا أتي إقبى ني نو وما ييا توا وما يسي أتي مانا أمو كأكي كيلوجة أتي لولة أمو دو مانا أمو كالوية لولة يمو نتين فا أتي لاني وكو كما يو وفا كما يو وانتا كما يو وانتا كما يو وانتا يمو نتين فا أي مسلمين ويوان كادينا سي ويوان برو با أبا جو ل أبا نيسى بون تيقى ويوان كي جو با كو بي بيسى تو بغا تو لابا كي وان سيسى ني تولاسي ني ببو سكو تاني لأ كو و با كانا كو وادا جو وا كيان فوان نيو في أني تيان با إلي مو وا جو وان تو با إلي هن تو دا جو كيان فيا جى خودا Ako جى ألي كيان قى كيان فواني إلي تيو با نيو بيسى يم gone تيو بي تيو بيسى تيو بيسى تيو بيسى تيو بسى ني تولاسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر are accustomed to by those who are to be called criminals, first class criminals. Allah SWT has made a man a desire which is natural. Allah mentioned in several verses of the Quran. In Ali Mbaram chapter 3 of the Quran verses 14 precisely Allah says beautified for men is desire to have satisfy your desire in a woman. Allah has put that in man and has put that too in a woman. Desire to have women, children silver and gold which is naira and dollars if you so like. Horses of pride farmlands products all these are beautified for man to like and to love. but because of the danger of the sexual acts of it Allah started with mentioning women. But Allah SWT moderated it for man and legalized for him to marry marry out of your choice the ones that are beautiful to you so as to satisfy yourself as a Muslim marry two, three, four it is when you are unable to be just then you marry only a woman. What do you want Allah to do for you after this? After satisfying yourself you are a reward. Now today individuals are going to rape different classes of women. A father raping his daughter. Unbelievable. Among the Muslim community the case is on now where the father raped the two daughters and when the woman complained it is always come and go come and go until when this woman was was detained. It's unbelievable. You are a case of a person who has become accustomed to he has raped up to 40 different instances. A Muslim not a Kaffir. Now for those who are following up the media today that is the business of the day in the media apart from the coronavirus. Now Allah has prepared for those who controlled as they have been commanded by the Quran to control their desires. Allah has promised them paradise. The verse that follows that one immediately Allah says paradise Jannah has been prepared for those who are conscious of Allah by distancing themselves from what he has prohibited and especially fornication and adulteration which raping is greater in offense. That's why any step leadership will take in dealing with these criminals Sharia would never say no to it even if it leads to killing Sharia will welcome it because a number of those who are perpetrating this criminal act are going free. Most of our courts are so easy going that you just be going and be going and be going until when everybody died and the case also naturally died after confirming an act of discriminality there shouldn't be any more excuse for not executing even what is provisioned by the law of the land. Among the causes which are numerous is cultism. Cultism. they also are in cultism because there is no how if not cultism an age person of 80 raping a girl of five years you cannot explain this if it is not cultism and so say us these brokers who will predict to his customer that by perpetuating these acts we are going to have the post we are going to have the money we are going to have the contract we are going to have this and that and you will agree to go in powerful also absolute ignorance of the consequence of the crime in this world and in the hereafter also drug abuse is a factor very big factor because today you see germane brothers and sisters that that is full brother and full sister engaging in this act if not they are into drugs there is no sensible person will approach look may dangerously some have approached their mothers their biological mothers if you look at the data of the happenings you will never believe it you will never believe it now the umma of muhammad shall 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 never open eye and be seeing this and not contributing towards reforming the situation because allah is going to ask each and every one of us government cannot do this alone that is the truth of course there are areas that if government swing into action it will reduce it drastically because they have the power in their hands a number of things leaders are not going to be said by allah because the mechanism and the power of using power to control is in their hands you can only talk if it is not your family even if it is your family there is limits to what you can do our curriculum should be looked into critically where religion should be compulsory religion should be seen as an ad subject it is ad subject so even the students are aware that it's not an important subject it is the colonial masters language that is compulsory for you to pass and mathematics and that's why a number of students don't see religion to be important either at home or in schools let it be a law that no child should proceed to any level of education graduating from one level to another until when he satisfies some minimal requirement of his religion either Christian or Islam these are the major religion we have which none of the both are against raping and also there should be a law where these criminals should never go free in fact even if it leads to killing capital punishment is allowed in Sharia look in Sharia Zina is less devilish they are raping but the punishment of a zani a married zani a married man is to be stoned to death tell me what will be the punishment based on this analogy on somebody who has raped his sister who has raped his mother who has raped a 80 years old woman you cannot go below that you must be foolish now this crime is alarming what we can do is to say it out but those who can act with the position Allah is giving them are going to be asked by Allah subhanahu wa ta'ala because it's going out of hand we we pray Allah to assist us to guide us have mercy on all of us count off among those who are going to die Ibrahim 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 in the Hamid Majid اشتركوا في القناة